السلام عليكم يا أطفال كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف نحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع حسنا إذن لنرى أول كلمة لدينا كلمة يقرأ يقرأ طيب ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ على الكلمة؟ أحسنتم يوجد لديها سكون إذن سوف تحلل إلى ماذا؟ أحسنتم تحلل إلى مقطع وحروف مقطع وحروف نرى هنا يق يق مقطع بمربع لماذا؟ أحسنتم لأن لديها سكون وعندما تصبح لديها سكون تصبح مع الحرف الذي يسبقها وحرف الرا حرف بمربع والآ حرف بمربع حسنا وهنا كلمة يبذرو يبذرو هنا ماذا نلاحظ أيضا؟ أحسنتم هنا يوجد أيضا سكون إذن سوف تصبح مع الحرف الذي يسبقها وتصبح ماذا؟ تصبح مقطع يب يب مقطع بمربع حرف الدا بمربع وحرف الرا بمربع حسنا ومن ثم هنا لدي كلمة كرسي كرسي ما سنلاحظ هنا يوجد سكون ويوجد أيضا ماذا؟ مد طويل وهو مد طويل بحرف اليا حسنا إذن سوف تصبح جميعهم مقطع سوف يصبحون مقطع كر كر مقطع في مربع س مقطع بمربع جميعها مقاطع حسنا هنا لأن لديها سكون وعندما تصبح لديها سكون تمسك الحارف الذي يسبقه وهنا لأن لديها ماذا؟ أحسنتم لأن لديها مد طويل فتصبح مقطع واحد حسنا حسنا إذن ننظر في صفحة 83 أجسم دائرة حول حرف اليا في الجملة الآتية هنا اللهم اللهم أنزل علينا الغيث الغيث ولا تجعلنا من القانطين حسنا هنا الجملة الأولى أبحث عن حرف اليا ثم أضع عليها دائرة ومن ثم الجملة الثانية يأكل ياسر بيده اليمنى هنا بالجملة أيضا أبحث عن حرف اليا ثم أضع عليها دائرة وهنا أكتب الحرف الأخير من الكلمة الحرف الأخير وهو حرف اليا ساري هادي وادي حسنا أكتب الحرف الأخير وهو الحرف اليا ومن ثم هنا أضع دائرة حول حرف اليا في الكلمات يد ليمون كرسي شاي أضع دائرة حول حرف اليا فقط ومن ثم صفحة أربع وثمانون أحل الكلمة إلى حروف ومقاطع نفس ما شرحناها هنا يق رأ يق مقطع بمربع ر حرف بمربع والآ حرف بمربع ومن ثم كلمة يب ذرو يب ذرو يب يب مقطع بها بمربع الداء حرف بمربع الراء حرف بمربع وهنا كرسي كرسي مقطع كر كر مقطع بمربع وسي مقطع بمربع أيضا حسنا ومن ثم هنا أصل الصورة بالحرف والكلمة الداء عليها هنا يايا يد يايا بالفتحة أصلها مع صورة اليد وكلمة يد حسنا وهنا يو يو يوسفي هنا عليها ضمة هنا الكلمة اللي يأتي عليها ضمة وأين الصورة الدالة عليها هنا يوسفي وثم هنا ي نخيل ي نخيل أصلها مع الصورة والكلمة المناسبة حسنا ومن ثم هنا أركب من الحروف الآتية كلمات ألفظها ثم أكتبها هنا كلمة يكتب يكتب هذه الكلمات ماذا متفرقة أنا أكتبها كاملة وجميعها تمسك ماذا تمسك ببعض يكتب وهنا يقرأ يقرأ يعمل يعمل حسنا ومن ثم ألفظ الكلمات ثم أكتبها هنا يصلي يكتب بالطيخ أكتبها مرتان ومن ثم هنا الإملاء كلمة ينام يعلم ذي حسنا أكتبها